سيدة مسلمة ثرية قاسية القلب لها ابنة واحدة في العاشرة من عمرها ربتها على التعالي على الناس وعندما مرضت هذه السيدة أرسلت ابنتها إلى بيت عمها في قرية صغيرة حتى تعود من رحلة علاجها خارج البلاد وبعد ستة أشهر عدت سيدة فذهبت بسيارتها للقرية لتأخذ ابنتها وعندما وصلت لم تجلس مع عم ابنتها سوى دقائق وهي في ضيق شديد وعندما ذهبت إلى سيارتها لتعود بها إلى قصرها فوجئت بعطل كبير فيها ولم يكن أمامها سوى ركوب القطار وأوسط العم بإرسال السيارة بعد إصلاحها ركبت السيدة وابنتها القطار وبعد دقائق جاء أمامهما بائع وجبات خفيفة يرتدي ملابس ممزقة وعلامات الفقر تبدو عليه وعارض منتجاته على السيدة التي نظرت إليه بشمئزاز ورفضت الشراء منه وطلبت منه المضية بعيدا عنها ولكن ابنتها مدت يدها لتأخذ وجبة وطلبت من والدتها أن تشتريها لها من هذا الفقير أو تعطيه بعض النقود وقالت لها لا بد أن نكرمه لأنه فقير حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم فقيرا مسلما لقي الله يوم القيامة وهو عنه راض تعجبت السيدة من كلام ابنتها فهي لم تحدثها يوما عن الرسول أو الإسلام في يوم ما وعلمت أن ابنتها خلال وجودها في بيت عمها قد تغيرت طباعها تماما فغضبت منها وطلبت من البائع مغادرة فورا فغادر البائع بعد أن ابتسم في وجه الصغيرة التي حزنت بسبب أسلوب أمها معه وظلت تقرأ كثيرا من القرآن الذي حفظته في بيت عمها حتى اقتربت نهاية الرحلة في هذا الوقت كان بائع الوجبات يجلس بجوار باب القطار فأعادت الإبنة على أمها في تودد أن تعطيه بعض المال ولكن السيدة رفضت وأخبرت ابنتها أنه ليس شخصا جيدا وأن أمثال هؤلاء الناس يخطفون الصغيرات توقف القطار ونزلت السيدة وابنتها وأثناء سيرهما سامعت الأم صوتا ينادي عليها من الخلف فنظرت إلى الوراء ورأت بائع الوجبات يلوح لها من بعيد ويناديها فاعتقدت أنه يطاردهما وبدأت تسرع مع ابنتها وأوقفت سيارة أجرة لتغادر على وجه السرعة وبمجرد ركوبهما وصل بائع الوجبات إليهما ولكن الأم طلبت من السائق التحرك فورا وفي تلك اللحظة شاهدت البائع يحمل سوارا ذهبيا يخصها فتوقفت ونظرت إلى البائع وأخبرته أن هذا السوار لابنتها وكانت المفاجأة حين أخبرها البائع أن ابنتها أعطته السوار وهي تنزل من القطار لذلك كان يجري خلفهما كي يعيده لتلك الإذنة الرقيقة وقبل أن يغادر سحب حزمة من وجباته وقال لسيدة تلك الوجبة للفتاة بكت السيدة من تأثرها واعتذرت البائع الذي طلب منها بألا تأخذ الناس بالظاهر فالجوهر الداخلي هو الأهم والأعمق وعندما عادت الأم لقصرها علمت أن ابنتها تعرف الكثير عن الإسلام وتحفظ الكثير من القرآن والأحاديث وأنها لم تترك فرضا أثناء وجودها في بيت عمها فطلبت من ابنتها أن تعلمها كل ما تعلمته وودعت قسوة قلبها وغفلتها نهائيا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا خلف نافذة أحد الفصول بمدرسة ابتدائية للبنات كانت تجلس طفلة مسكينة وجميلة بلغت سن المدرسة ولكنها لم تلتحق بها بسبب وضع أسرتها المادي حيث أن والدها توفي ولها ثلاثة إخوة أصغر منها وكانت هذه الطفلة تبيع خبزا لأمها في الصباح لتساهم مع أمها في الإنفاق على إخوتها وفي أحد الأيام دخل معلم تقي صالح يدرس مادة الرياضيات إلى فصل الصف الثالث وسأل المعلم تلميذاته سؤالا وخصص لمن تجيب عليه جائزة ولكن لم تجيبه أي تلميذة داخل الفصل وفوجئ بالطفلة التي تبيع الخبزة تطل من النافذة وتشير بأصابعها للإجابة وكانت إجابتها صحيحة قرر المعلم رعايتها والتكفل بكل ما يلزمها من مصروفات مدرسية من مرتبه وطلب من المدير قبولها في المدرسة حتى ولو مستمع فوافق المدير وذهب المعلم إلى والدتها وأخبرها بذلك وتولى أحد إخوتها بيع الخبز مكانها وبعد سنوات أنهت الطفلة المرحلة الابتدائية وكان ترتيبها الأول بين زميلاتها واستمرت على هذا التقدم حتى نهاية المرحلة الإعدادية وهنا فارق المعلم أرض الوطن ليعمل معلما بدولة عربية ولأن في ذلك الوقت لم يكن هناك هواتف بقرية تلميذته انقطعت صلته بها لمدة 12 سنة وبعدها عاد إلى وطنه وبعد يوم واحد من عودته ترك العاصمة وذهب إلى قرية تلميذته وسأل عنها وعن أسرتها فذكروا له أن هذه الأسرة قد رحلت إلى العاصمة منذ سنوات وانقطعت أخبارها عنهم عاد المعلم إلى مسكنه بعاصمة حزينة وفي أحد الأيام شعر بألم في معدته فذهب إلى المستشفى مع أحد أبنائه وأثناء جلوسه في الانتظار إذا بطبيبة على قدر من الجمال تحدق إليه بشوق كبير فسأل الإبن أباه إن كان يعرفها فأخبره بأنه لم يرها من قبل بعد تدقيق من الطبيبة على الرجل الذي اكتسى بالشيب أسرعت إليه وعنقته وهي تبكي بصوت أثار دهشة كل من كان بالمكان وظن الجميع أن هذا الرجل هو والد الطبيبة وبينما المعلم في دهشة كبيرة قالت الطبيبة له أنا الطفلة التي كنت سببا في دخولها المدرسة وصرفت عليها من مالك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه بفضل الله ثم رعايتك واهتمامك وموقفك الإنساني الفريد أنا ابنتك بائعة الخبز خلف النافذة لقد كنت أدعو الله لك بكل الخير عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه وأنا مهما فعلت لن أستطيع رد معروفك بكى المعلم ولم يصدق ما يسمعه ومن فرحته زال الألم عنه ثم دعته الطبيبة هو وابنه إلى منزلها وأخبرت أمها وإخوتها بالمعلم الإنسان الذي وقف معهم وكان سببا في تغيير مجرى حياتهم واحتفلت به الأسرة احتفالا كبيرا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تقول امرأة أمريكية أول مرة سمعت فيها كلمة الإسلام كانت أثناء متابعتي لبرنامج تلفزيوني فضحكت من المعلومات التي سمعتها عن الإسلام بسبب إعلامنا الكاذب وبعد عام من سماعي هذه الكلمة استمعت لها مرة أخرى في المستشفى الذي أعمل فيه حيث أتى زوجان مسلمان وبصحبتهم امرأة كبيرة في السن ومريضة وكنت ألاحظ على الزوجة علامات القلق والحزن الشديد على المرأة المريضة ومن باب الفضول سألتها عن سبب حزنها فأخبرتني أنها أتت من بلد آخر مع زوجها الذي أتى بأمه باحثا لها عن علاج لمرضها العضال وكانت المرأة تتحدث معي وهي تبكي وتدعو لوالدة زوجها بالشفاء والعافية فتعجبت لأمرها كثيرا تأتي من بلد بعيد مع زوجها من أجل أن يعالج أمه تذكرت أمي وقلت في نفسي أين نحن من هؤلاء الناس وأنا أمي قبل أربعة أشهر أهديتها زجاجة عطر بمناسبة عيد الأم ولم أفكر منذ ذلك اليوم بزيارتها هذه هي أمي فكيف لو كانت أم زوجي لقد أدهشني أمر هذين الزوجين ولسيما أن حالة الأم صعبة وهي أقرب إلى الموت من الحياة وما أدهشني أكثر هو أمر الزوجة ما شأنها وأم زوجها لتتعب نفسها من أجلها وهي شابة جميلة لم يعد يشغل بالي سوى هذا الموضوع تخيلت نفسي لو أني بدل هذه الأم يا للسعادة التي سأشعر بها يا لحظ هذه العجوز إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبر يعظكم لعلكم تذكرون كان الزوجان يجلسان طيلة الوقت معها وكانت مكالمات هاتفية تصلهما من الخارج يسأل فيها أصحابها عن حال الأم وصحتها دخلت يوما غرفة الانتظار فإذا بالزوجة جالسة فاستغللتها فرصة لأسألها عن سبب اهتمامها الكبير بهذه المرأة فحدثتني كثيرا عن حقوق الوالدين في الإسلام وأذهلني ذلك القدر الكبير الذي يرفعهما الإسلام إليه وكيفية التعامل معهما بعد أيام توفيت المرأة العجوز فبكى ابنها وزوجته بكاء حارا وكأنهما طفلان صغيران بقيت أفكر في هذين الزوجين وبما علمته عن حقوق الوالدين في الإسلام فأرسلت إلى أحد المراكز الإسلامية بطلب كتاب عن حقوق الوالدين في الإسلام ولما قرأته أصابني الذهول من هذا الدين عشت بعده في أحلام جميلة أتخيل خلالها أني أم ولي أبناء يحبونني ويسألون عني ويحسنون إلي حتى آخر لحظة من عمري إن هذا الحلم الجميل جعلني أعلن إسلامي دون أن أعرف عن الإسلام سوى حقوق الوالدين فيه فما أعظم وأجمل هذا الدين والحمد لله على نعمة الإسلام وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّيٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا